مشاهدين الاعزاء اهلا معكم صرصية فيديو النهاردة بتكلم عن موضوع غريب قوي بما ان ان احنا في موسم الافراح بما ان ان احنا في موسم الافراح ففي فيديوهات بقى على اليوتيوب وعلى الفيس بزات الفيس بقى الناس اللي هي الكوافرات اللي بيعلنوا عن العرائز بتاعتهم والفيرست لوك والكلام ده فانا اه يعني اتفرجت على كمية فيديوهات غزبا عني لان كل ما افتح الفيس بلاقي ان فوشي العرائز بقى وكده فانا الحب بي صراحة افرح نفسه وحبه اتفرج على الناس اللي بيقوا فرحانين وكده فكنت بعض اتفرج على اي فيديو بيقع قدام عيني بتفرج عليه عادي بس نتيجة الفيديوهات انا بتفرج عليها دي في حاجات كتير قوي نتائق مترتبة بقى من التفكير الرهيب فتعالوا بقى نشوف كان ايه تعاليق على العرائز ويه تعاليق ايه عن الفيرست لوك ويه تعاليق عن مكياج ويه تعاليق عن الافرح والكلام ده كله يلا بينا يلا بينا طيب مبدئين كده هنخش في المرحلة الاولى مرحلة المكياج بصراحة يعني كان فيه ناس بتحط مكياج طبقات 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 يعني اي شادو على اي لاينر على كحل على كحل تاني على خمس طبقات بودر على خمس طبقات بتاع العروس بتبقى حاجة وبتطلع حاجة والله العظيم بلاقي العروس كلهم شكل واحد كلهم نفس اللي استنبه بس بيفرق اللي بيفرق يعني بمنهم حاجة واحدة ايه الحاجة دي صورة؟ سنانهم السنان دي اكيد هيا مش بتتمكيش بقى يعني الواحدة دي اضحك الجزء هي اه دي سنة خطبتي التانية دي اضحك اه دي سنة خطبتي ايه دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرق يا جميعا سوى عموما كله زي بعضه ليه انا يبقى لون عيني ازرق في الفرح وفي باقي الايام لونها بني يعني يعني ليه اخلي لون عيني ازرق وباقي الايام لونها بني يعني الفرح ده خلاص عنية نوار زي ده على لزوم من كتر الفرحة مثلا ما انا مش فاهمة برضه في كوافرات بقى بيفهموا يقول لها عالفكرة اللينسس ده مش لها عليك يعني في بنات بتخوف اوما تلبس اللينسس كايني شفت اشرة اشرة مرور قدامك اللي انت عامله ده يا بنتي وهي مصممة هي دفعت خمس سبعين جنيه في اللينسس فهي لازم تلبسه هي مصممة تلبسه والكوافرة تقول لها يا بنت شكلك وحش يا بنت هتبوزين بكاشمها هي التانية برضه خايفة على شغلها لا انا هلبسه انا هلبسه انا عارفة واحدة امها معرفتهاش يعني بسط كده يا ده انا بنتي عينيها زرق امتة دي فهو يعني ليه ليه خلي عينيكي زي ما ربنا خلقك ما فيهاش حاجة مسلا لو لبست اللينسس بقى اللينسس اللي نظر ومسلا يكون افتح من يعنيك سنة انت مثلا بوني تبقى بوني فاتح عادي مثلا مبقاش تسود وفجأة لقى هلبني انت كده يعني بهدلت الدنيا خالص فبلاش يعني احنا عايزين الى الفرح يعدب سلام وسبها على ربنا سبها على ربنا تاني حاجة وليه بقى تكون واحدة امحوية او صامرة زي كده امحوية كده او من البينات النوبة الجمال قليها بيضت ليه تبيضي نفسك ومشكلة ان انت بتتقفش لان ديكي ورجليكي غل لون وشك انت بتيكي تسلمة عالناس انت لو اطلقتلك صورة وانت عاملة بس كده وفرق لون انت كده هيقوله هيمركبها ماسك عارف انت في فيلم زي ماسك اللي اخدر هلو انت كينك بزبط مركبهاي يعني ليه طيب ومسلا وانت بتخسلي بقى بعد الفرح بتخسلي وشك تلال عاليز داخل عليك فجأة لايه لص ونص وانا متجوزش وقر ليه ليه نعمل في نفسنا كده انا من رايي اللي اصمر يخليه اصمر يصلح بس عيوب بشرته والله بتخليه ابيض عادي يعني انا في عروسة فرقت عليها قالت للكوافيرة انا عايزة بشرته تبقى زي ما هي هيكت لونها امحوي شوية اصمر زي اللي هي بشرة المصريين تلعت نفس لونها وكتشكلها جميل قوي ويعنيها نفس اللون وكل حاجة يعني يا دوب بس حتت ميكاش جميل كده تعالوا نشوف مثلا الفرح نيلي كريم اللي كان لسه معمول قريب هيكت لابسة ايه لابسة فستان بسيط خالص مش حتى ميكاش غير الميكاش هي حتى اكيد بس ميكاش عادي خالص مش حتى بقى مهرجانات عملة تسريحة شعر عادي خالص طرح عالصولة ليه بقى نعود نعمل اهرامات التلاتة ونعرف الناس كلها ان احنا المصريين يعني ليه نعود ننزل قصة كنت انت محجبة كده وعليك نزل قصة مغطية يعنيك يعني انت كنت واخده بوكس فيها ليه طيب ليه دي بخصوص الميكاش ياريت كل واحد يبقى على طبيعته احسن والدنيا بسيطة لان انا في فيديو برضو اتفوقت عليه انا بتكلم كل ده على تعليقات انا مش دعم انا قصة مش عايز اوريكو رسولة فرحة تكت عاملة ازاي ولو قلتلي ورها لنا مش هورها لكم مش هورها لكم عشان انا ما هي عايزة تبقى صمعتي حلوة كده قدامكم الكوافراتكو اللي بيعبروا حاجات غريبة انا لو رجع بيه الزمن انا والله هعمل نفسي ميكياجي عادي هعمل نفسي ميكياجي عادي بس هخففه صنطوفة عشان هو ايه بس هي الكوافر اصلا ساعتها استقربتني قلتلي انا عايزة نفس اللون بتاعي شوف اللون ايه مش ابيض انا مش بيضة ما اطلعنيش بيضة ام اللي بيضة انا طلع صمرا لابويا طلعيني صمرا شعري كنت عايزة اصبغه اصفر عكده واحدة قلتلي لا حرام عليك قلتلي عنديك حق رحت بعد كده رحت سبقته بولني غامق كده بسيط عشان كنت مضمينة صبغة انا دوقات ما اصبغش شعر خلاص عشان الصبغة ضمرتلي شعري كان شكلي هيوه بيين ان انا صورة يعني اوه ما عريسي شافني قال لي ايوه انتي ايوه انتي ما متغيرتش كتير لكن مش هعد اغير بقى واعمل حاجات غريبة وعريسي ما يشوفنيش وانا ازاك نفسي بقى كده ابني يجي يشوف صوري يقول مين دي انا عايزة ابنيشوفني يعرفني ماشي؟ فهي الدنيا البسيطة احلى يعني ماشي يعني خليكك بسيطة كده علشان في الفرح نسيت اقولШك حد بيينتو اعملكتยغوس وشاهبة بيينتو ع لوحب هاترقص في عرق عرق PEK اخلاها بحية اتمندري كده و ومسح يا معلم الفرح كله يا معلم يلو ن второй الدنيا هادوس هيبنت مش هتلوحة في السمكيش شاهرة بصwow والله احد احنا ليه نعمل في نفسنا كده انت لو احنا نحطي الميكيش بسيط خلاص بقى هنعمل كده عادي يعني مش فارق معنا اللون هيفتح سنة عادي مش فارق برضو في فيديو تفرجت عليه واحد ده بتعمل ميكيش جد المية اللي هي هي حطت ميكيش اهو وبيخسره الشهب المية مفيش نقطة ميكيش تلعت معاش ده بقى عملولها اه ديهان خمس سنين ضمان ولا عملولها بجد عشان مشوفتش كده بكده بصراحة ولا اي حاجة روحت يعني هي غسرت وشها بتنص مفيش حاجة مفيش حتى كحلية نزلت كده فكفايا في كلام في موضوع ده كفايا نتكلم بقى في اللي هي الموضة اللي طالعة الجديدة دي اللي هي الواحدة بتلف وتدي قفاها الجزهة معاش اخد اي من وش عشان تديد له قفاها بس مش مشكلة مش مشكلة فيه ناس بتعملها بطريقة حلوة قوي اللي هو ايه من اول مرة عايز يخبط على خبطة تلفلو بتتسملو موضوع خيص في بقى بنات تانية يعني بنات تانية تلاقي العرش شوية وهيطلقها هو هو واقف اللي هو ايه يا بنت هوريني واشك لأ يا بنت هوريني واشك بتوعب تعملو كده كاين اللي بتلعب فتحي ورده ونفسي نفسي امسل لكم انا جاي فكرة جاي فكرة تعالوا بقى مشوف الفكرة دي بص دي مسلا السيطارة دي ايه السيطارة هي انا شكل زي العالم انا عروسة هو ماشي بصوا استنى انا هقلع المايك وحطو تانية عشان انا لازم اعمل لكم لازم اعمل لكم بص اهي دي العروسة اهي ماشي والعريس بقى جاي انا جبتلكو انا جبتلكو كاميرا الامامية عشان يعني بصوا بقى انتي خلايا وانا خصوكوا انا عروسة حماشي والسيطارة انا عملها دي هي محضبتي لف كده والدمين التبقى تمام صاح υπά لعد انا اللي بتمشيش كلمة بص لدي ا unders bang لaffleة بقى لطي انا عروسة العريس جاي لافل يا عروسة لفي عروسة لفي عروسة لفي عروسة لفي عروسة الفي عروسة. هو ده اللي بيحصل. الفي عروسة. قلت تعمل بقى كده. ايش شلل ده? بجد. اللي هو? ايه اللي انت بتعمل اي ده? انا مبدأته اصلا عشانا تعملها لديت لفي لي كده كده اه كده في درينبارك ان انت بتعمل ايه ده? الفرحانة وبالفستان عمها كنة النورة? شغاليه اللي بتاع تنورة عمها تعمليه كده اه في ايه? ياريت كل عروسة تسمعي الحتة دي? انت بيضيها ظهرك لعريسك اول ما يعمل لك كده ما انتهى الادب والاحترام لفسيله. المضوع خيص. وبص الدنيا تبقى احلى والله العزيم يبقى دمك خفيف. انت عارفة لما بتلفي? ده انا بتفرج على الفيديو بقفل بقوله انا مش عايز بقفتني في عشتي. اه دي بالله كده? هنيجي بقى في نقطة تانية. نقطة بقى الافراح. بنلاقي العروسة ساعات بتبقى مثلا ايه? اه اه راحة القاعة. ومثلا هي مش على طبيعتها خالص يعني تاكل الحتة الجتوء. تاخد سنتوفة اللي هي دوبك خطة حتة كريم شنطية كده من من الصنطوفة. اه تشرب بقى. ولكن تبقى عمياتها من العطش تشرب بقى كده? لأ خليك بطبيعتك عادي. يعني اه مش من انت بابا العاليس وباباك اللي دافعيني الفروس الفرح مش مش عليكو شيكات. كل عادي وتبستي. وخليك بطبيعتك كده. خليكي لزيزة وكده. مش مش بقى اللي هو بتمثلي. انا محبش البنات اللي بتمثل خلص في الافراح. وانلاقي مسلا انا راحة مسلا فرح اه قربتي. قال ايها مش قربتي اصل. ايه ده انت عملت انت تحولت يوم فرح تاني. يوم بقى ايها ماشي عادي في الشارع كأن ما حصلش حاجة. وكأن ما حصلش اللي اللي حصل. ده خليكها طبيعية. يرقص رقصيتك عادي. وانت هادي خليكي هادي عادي. مش لازم فجأة تشعوزي وتعملي حركات كده غريبة وتبقى يشربين شخصية. كل واحد يتعامل بشخصيته على حسب ما اهله وخطبته وخطيبه والكلام ده متعود عليه عادي. يعني انا فرحي انا فاكرة انا كنت بشخصيتي خالص يعني همسي لنص ساعة انا فرح تنتيها كانت ثلاث ساعات. فلانا انا قلت لما مسيت ثلاث ساعات انا مقرأ نفسي. طب على ايه يعني? ما يعني عادي يعني. اجعانة انا جعانة. اه عطشانة انا عطشانة. اتعبانة انا عضرتاح. عادي. مش فيش ماشكلة خالص. بالنسبة بقى للاحظة رامي البوكيه. هلاقي ناس متفقى مع بنت خالصها تقول لها اقفي في المكان الفلاني على ايد اليمين اه عد خمس خطوات وقفي عشان هرم البوكيه كده. طب ليه طيب ما كنت تدغولها كده يعني احسن انت تعود تبصي وراكي كده واتبقيل للناس كلها اللي انت اصلا متفقى مع الوراكي ما تلميه كده او تمشي وتدغولها اقول لها سنت الدور جاي عليك. يعني عادي يعني. هي انت يعني في ايه? مش فهمة. ما انت بفوت برضو. تفهمي ان انت اه يعني انا لو حد الدنيا سنتدودش بورجر بالنسبة للاحسن من البوكيه ده والله. عادي. على الا هاكله وبقى شعب عين. بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص يا ربي يكون عجبك. ويه اللي تجوز تجوز. واللي لسه تجوز بقى. يعني اه ام ربنا معاكي. وربي تفرحي وتجهيزاتك كلها تكمل على خير. ولو تجوزت مسلا نقصلك حاجات بسيطة او حاجة عادة. دنيا مش هتوقف. يعني بعد تجوز ده الرحلة لسه بتبتدي. واللي نقصوا حاجة بيجيبها واللي نفسك حاجة بتجيبيها. والدنيا كلها الحمد لله بتبقى كويسة. انا عن نفسي يعني جاي بحاجات في جهازي بعد ما اتجوز ساعاتي خالص. حد دلوقتي والله باشتري حاجات بيبقى نفسي فيها ممكنش يعني كنتش لقيها او مسلا كنت خلاص بقى اشفرت وفلست. فاللي هو العايد يعني الدنيا كلها عادية. اهم حاجة تكونين انت مبسوطة. ويه بس. ويه تماما في فيديوهات الجاية ويلا باي باي.